قالوا التلاميذ الرب يسوع ظهر للتلاميذ في العلية لما رجع تومة قالوا لتومة قد رأينا الرب فقال لهم إن لاحظوا اسمع الكلام بشكل واضح إن لم أبصر في يديه في يديه أثر المسامير وأضع إصبع في أثر المسامير يعني بيحط إصبعه جوه وأضع يدي في جنبه يعني عندي منطقة القلب أحط إصبعي جوه لا أؤمن والحقيقة هنا أحباء أنا بحترم موضوع تومة واحد من أقوى الأدلة على موضوع صلب ولهوت يسوع المسيح الحقيقة هنا إنه نرى واحدة من أعظم الشهادات للصدق صلب المسيح قال لا يعني عاوز يحط أصبعه في وين؟ في أثر المسامير يعني في إيديه وفي رجليه وفي جنبه وهذا بدل على شيء بدل إنه حقيقة تصمر حقيقة تصلب وحقيقة طعن بالحربة وهو على الصليب وهذا بشهادة شاهد عيان كما ابتديت في الحديث إنه أي شيء بدون شهود فإذن هي الفكرة مرفوضة حتى في أي محكمة اليوم لازم يكون مسنودة على الشهادات لكن في الأسبوع اللي بعده الأحد اللي بعده ظهر له يسوع في العلية مرة تانية مع التلميذ ولاحظ الكلام قال يعني بعد ما قاله يسوع طب تعال يا تومى تعال حط أصبعك قال تومى اسمع هذه العبارة ربي وإلهي ربي وإلهي وهذه من أعظم الشهادات كما ذكرت لصلب المسيح فداء المسيح وللهوت وربوبية يسوع المسيح